اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ان الدول العربية الاربع الداعية لمكافحة الارهاب مستمرة بالتعاون الكامل والتنسيق والتشاور بينها في التعامل مع ازمة قطر وقال في تصريح الله على هامش مؤتمر مركز التدريب على حفظ السلام ان الدول الاربع عانت كثيرا من استهداف مواطنيها الابرياء والجيش والشرطة وعانت ايضا من التدخل بشؤونها وضف قائلا انه لا يمكن ان نكون امناء وشركاء في تحافلات دولية وهناك من يرعى الارهاب ويحتضن التنظيمات الارهابية واكد وزير الخارجية المصري ان الدول الاربع متمسكة بمواقفها تجاه قطر وان الازمة لن تكون معها مهادنة وقال شكري ان مصر تعمل على حفظ السلام في ظل التحديات التي تواجه العالم من تخريب منظمات وجماعات اجرامية داعيا لحفظ السلام عبر تشكيل لجان خاصة ومتابعة المراجعات العالمية